اشتركوا في القناة الاساسي في تسريع الجهاز هو تركيب هاردسك من النوع SSD بدل الهاردسكات HDD لانها اسرع في نقل الملفات في تشغيل الجهاز في اداء الجهاز فهو دايما الحل الافضل والاسلم ولكن طبعا مكلف لان الهاردسكات هذه غالية شوية ولكن عندي انا بعض الحلول اللي هي حتساعدك في تسريع نظام جهازك او اداء جهازك الحلول جدا سهلة وبسيطة بدون اي برامج خارجية الحل خلينا نبدأ بالحل مثلا الاول عندك هذا السهم اللي هنا دايما ييجي اللي هو هذي اكثر البرامج او غالبية البرامج اللي تكون تشتغل في بداية تشغيل الجهاز دايما لما ييجي تشغل جهاز الويندوز تحس انه بطيء جدا لحد ما يشتغل تماما وهذا بسبب انه في كثير برامج مع بداية تشغيل الجهاز تشتغل ففي بعض البرامج منها اساسية ومهمة وفي بعضها غير مهمة يعني البعض المهم زي اللي هو تعريفات كرت الصوت برامج الحماية وفي بعضها زي مثلا برامج المزامنة الان حنتعرف عليها كيف نوقفها طبعا في طريقتين لتوقيف هذه البرامج الطريقة الاولى ايضا سهلة تقدر تضغط اللي هو من الكيبورد نفسه الازرار اللي مرسوم عليه شعار الويندوز وحرف الار حتظهر لك هذه القائمة كل عليك بتسويه انك بتكتب هذه الكلمة بعد ما بتكتب هذه الكلمة بعدها حتضغط على اوكي طبعا تكتب هذه الكلمة سواء كان جهازك بالعربي او بالانجليزي ما يفرق حتكتب نفس هذه الكلمة بعدها حتضغط على اوكي طيب عشان لو ما يواضح الكلمة الحروف حقتها msconfig بعدها حتضغط على اوكي بعدها هتختار من هذه القائمة اللي هي Start Up أو بد التشغيل الآن هنفتح اللي هو Open Task Manager هتظهر لك جميع الخيارات أو جميع البرامج هذه مع بداية تشغيل الويندوز تكون شغالة عندك تشتغل مباشرة بعد تشغيل الجهاز طبعاً اللي مكتوب عليها Enable أو تشغيل هذه هي اللي تشتغل اللي مكتوب عليها Disable يعني متوقف يعني هذا ما يشتغل مع بدء تشغيل الجهاز طيب هتبدأ تختار من الأشياء المفتوحة تكفلها عشان تخفف على حمل الجهاز أثناء بداية التشغيل طبعاً ما أنصحك تكفلها كلها لأنه ممكن تخرب عندك النظام لأنه في أشياء جداً مهمة طيب عندي مثلاً اللي بكفله زي Internet Download Manager اللي هو برنامج التحميل ما هو مهم فبالتالي بزر الفار اليمين هضغط على إيقاف أو Disable عندي مثلاً زي Dropbox هذا أول ما يبدأ التشغيل يبدأ يسوي مزامنة لو أنت أضفت ملفات في Dropbox أو حذفتها أو إلى آخره على حسب رغبتك أنت لو حابب تكفله أيضاً حيكون بهذا الشكل الأشياء الدائماً اللي هي خاصة بالنظام زي أنا كمبيوتري دل فبيكون عليها دل هذه اللي أتحاول توقفها خلي اللي شغال منها شغال وخلي الموقف منها موقف عشان ما يخرب لك أي شيء في النظام عندك مثلاً زي برنامج أدوبي أنه يشيك على التحديثات أول بول هذه بوقفها ما لها داعي بهذا الشكل عندي هذا برنامج أيضاً بوقفه ما له داعي الأيتونز أيضاً نوقف اللي هو طبعاً أنت عشان بس ما يصير لخبطة معاك إيش توقفها؟ أنت ما بتوقف عمل البرنامج أنت تقدر تشغل البرنامج في أي وقت ولكن هذه البرامج تشتغل أثناء بداية تشغيل الجهاز فما له داعي أنها تشتغل لأنها بتبطئ من عملية تشغيل الجهاز بسرعة طيب الطريقة الثانية أيضاً جداً سهلة وبسيطة وما يبغى لأي شيء لو أنت عندك أي برنامج حماية زي مثلاً أنا عندي برنامج اللي هو مكافي هذا هو برنامج الحماية وقتها حسوي تشييك على الجهاز كامل لأنه في بعض الملفات الضارة أو البرامج الضارة تتحمل أو تثبت معاك بشكل تلقائي أو أنت مثبت برنامج ينزل معاك بشكل تلقائي هذا تسوي لك عملية في تبطي الجهاز فبالتالي لو إحنا استخدمنا أي برنامج حماية حيكون جداً سهلة العملية وحيشيك لي على أي شيء ضار وبالتالي حيمسحه وأيضاً حيسرع من عملية الجهاز بشكل سريع وملاحظ عليه أما لو ما عندك أو ما تستخدم برنامج حماية أو سواء حتى تستخدم برنامج حماية دائماً تأكد أنك تستخدم آخر نسخة من النظام طيب كيف تحدث نظام الويندوز أيضاً جداً سهل وبسيط طيب كيف تشيك على هذه التحديثات بزر الفارة اليمين على علامة الويندوز وبعدها حتختار سيتينج أو الإعدادات لو جهازك بالعربي بعدها حتدخل على أبديت أند سيكورتي اللي هو التحديثات والحماية بعدها حتتأكد من هنا أنه أنت مثبت آخر إصدار لاحظ معايا أنه جهاز يحتاج إلى إعادة تشغيل لأنه نزل آخر نظام طيب أنا عشان نمسوي تثبيت تلقائي لأي تحديث فلو أنت من تمسوي تثبيت تلقائي حتضغط اللي هو ويندوز أبديت وحيطلع لك هنا أي تحديثات متوفرة وبالتالي حتسوي التحديث عشان تكون دائماً أمورك في السليم ويحذف لك أي شيء ضار لأنه التحديثات أول بأول ينزل معاها مكافحة للبرامج الضارة والمضرة للجهاز طيب وصلنا إلى نهاية الشرح يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لك السبسكرايب في القناة وفي أمان الله